يلاقب بالملة والشيخ المجاهد علمنا السيد محمد بن عبد الله الذي ولد في الصومال بين المراعي الخصبة التي اخضرت بوفرة المياه في غرة ذي القعدة من سنة 1380 من الهجرة الموافق 7 إبريل 1864 ميلادية ترعرع الفتى الصومالي في كنف والديه وفي أرض أخواله وظهرت عليه علامات النبوغ والتميز مقارنة مع أقرانه كان قائدا للأطفال في ميادين اللعب بسبب شخصياته القيادية منذ الصغر هواء الفروسية والنشاط وعرف برجولاته صغيرا وحين لمح والده فيه هذه الصفات أخذ يعوده على الصبر والتقشف وتحمل خشونة البادية وهذه هي التربية التي تكون أصلا في تكوين المصلح والمجاهد التربية على الشدة والخشونة ما إن بلغ الثامنة من عمره حتى سلمه أبيه إلى أحد علماء الأغادين الذي علمه القرآن الكريم وبعض العلوم الشرعية أتم حفظ القرآن في الحادية عشر وأكمل دراسته في الكتاب لينتقل إلى مدرسة أخرى وقد حاز على ثقة معلمه الذي استعان به في تعليم التلاميذ لما رأى فيه من كفاية وأمانة وذكاء فاشتغل الطالب النجيب في تعليم الأطفال صباحا وطلب العلم مساء وكان يتصل بالمشايخ المحليين ويتلقى عنهم العلوم فنمت معه خصلة القيادة من جهة وخصلة البحث وطلب العلم من جهة أخرى ما إن بلغ التاسعة عشر من عمره حتى حصل على رصيد علمي أهله للفتية والتدريس لمستوى أكبر من مستوى أطفال الكتاب أخرج إلى المساجد يلقي الدروس وأصبح اسمه المتداول الشيخ محمد ولما رأى أنه استنفد ما لدى الشيوخ المحليين من علم استأذن أبيه في السفر للاستزادة من مشايخ المسلمين في الخارج وهكذا أمضى علمنا قرابة عشر سنوات في رحلات متصلة إلى أنحاء البلاد الصومالية كافة لا يسمع فيها عن شيخ متخصص في فرع من فروع المعرفة إلا قصده وتتلمذ على يديه وحصل منه على ما يريد اشتركوا في القناة